أهلا بكم بعد أن أصبحت التكنولوجيا كالأجهزة الذكية في متناول الجميع كان لابد من الاستفادة منها من هنا أنشئ مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الذي يعد الجهة المسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة أبوظبي بلغة الأرقام بلغ أجمالي الخدمات الذكية التي يقدمها مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات 423 خدمة ذكية من خلال 44 تطبيقا وذلك عبر 30 جهة حكومية في إمارة أبوظبي بوابته حكومة أبوظبي الإلكترونية أحد أهم المواقع والذي يشرف عليه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إذ يوفر منصة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية والذي من خلاله يمكن تحميل جميع التطبيقات الذكية للحكومة أبوظبي بالإضافة إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي 8555 الذي يشكل المركز حلقة وصل بين المتعاملين والجهات الحكومية حارس المدينة هو الآخر يعد من أهم التطبيقات الذكية الناجحة والريادية حيث يهدف إلى تشجيع الجمهور على التحول للخدمات الذكية والتواصل مع الجهات الحكومية في أبوظبي عبر تطبيق مجاني يستخدم تطبيق حارس المدينة لتوجيه الحالات والحوادث التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الجمهور لمركز اتصال حكومة إمارة أبوظبي والذي يربط أكثر من خمسين جهة الحكومية أما برنامج المواطن الإلكتروني يعمل على تزويد المواطنين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للاستخدامات الأساسية للحاسب الآلي والإنترنت وذلك بهدف دعم جهود أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية لحكومة أبوظبي الإلكترونية لمحو الأمية الإلكترونية عبر إدارة برامج توعية فعالة ومؤثرة وقد نجح مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في ترسيخ مكانته كمنصة حكومية إلكترونية موثوقة وشاملة تقدم خدماتها لجميع المستخدمين وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في السيديو علوم الدار السيد محمد المرهر رئيس قسم الفعاليات في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات سيد محمد إذن بداية نتحدث عن أهمية وجود مركز يوحد جميع الخدمات الذكية في أبوظبي واليوم ممثلا بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات شكرا بالبداية يسعى المركز خلال من الخدمات الإلكترونية الذكية الذي يقدمها عبر نافذة موحدة أي متجر التطبيقات الذكية لحكومة أبوظبي وهذه البوابة لحكومة أبوظبي الإلكترونية موجودة في أبوظبي داتي إي بلغ إجمالي عدد التطبيقات الحكومة الإلكترونية 44 تطبيقا من خلال 30 جهة حكومية في أبوظبي نعم إذن ما شاء الله يعني عدد لا يستهام به من الخدمات المقدمة من خلال هذا المركز كيف وجدتم اليوم إقبال الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات الذكية الإقبال كبير على التطبيقات بالبداية هي تسهيل الحياة اليومية لجميع الشرائح والإقبال على التطبيقات فهي على حسب كافة الشرائح التي تستخدم التطبيق هذا نعم طيب بالنسبة لإشراك الجمهور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال يعني التطبيقات الذكية المقدمة كيف رأيتم يعني هذه التجربة إشراك الجمهور من خلال إبداءهم لأراءهم وكذلك مقترحاتهم الأراء والتحسينات هذه مطلوبة من الجمهور فنحن نحتاج هذه الأراء من كذلك الجمهور عبر النافذة الإلكترونية في لنا خانة اللي يحط لنا كومنت أو أراء من الجمهور فهذا يحسننا نحن لتطور في المستقبل في التحسينات في التحول الإلكتروني نعم جميل نتحدث أيضا عن أبرز الخطط المستقبلية لتطوير هذا المركز باستضافة تستضيف حكومة أبوظبي الإلكترونية الملتقى السادس السادس لحكومة أبوظبي الإلكترونية وهي تعتبر التكنولوجيا الرقمية نحو المستقبل الأفضل يعتبر الملتقى المنصة المثالية لجمع الشركاء والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات والمعرفة نعم متى سيقام الملتقى؟ إن شاء الله بيكون في شهر 9 يونيو في أبوظبي إن شاء الله كل التوفيق لكم السيد محمد المرر رئيس قسم الفعاليات في مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك